أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن منظومة توريد الأقماح تعمل بكفاءة عالية وأنه تم حتى الآن توريد أكثر من مليونين ومئة واربعين ألف طن جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال الاجتماع وجه مدبولي بأهمية تكثيف حضور الوزراء وأطقم العمل المختلفة بمقارات الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيرا إلى أن ذلك ياتي في إطار خطة الدولة لانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد مؤخرا لشرح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية مؤكدا أنه سيتم عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة وإطلاع الرأي المصري العام والعالمي على ما يتم تنفيذه هذا وكلف رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن أليات توفير الأراضي بحق الانتفاع أو بنظام التمليك لمن يرغب لتكون الأمور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين ترجمة نانسي قنقر